أعزائي المشاهدين من داخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في افتتاح معرض أكواتيك لمعالجة المياه لنا هذه اللقاعات تابعونا 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 لنا هذا اللقاع نتعرف على حضرتك أنا المهندس عادل الدهيبي صاحب شركة الدهيبي للإستراد والتصدير اللي حضرتك وقفة فيها دلوقتي أهلا بيك مهندسة سوير مديرة مبعاية مكتب الدهيبي للإستراد والتصدير أهلا بيكم المشاركة رقم كم يفهم؟ احنا شاركنا في أكتر من معرض لكن هي المشاركة الأولى في معرض أكواتيك لكن شاركنا في معرض تانية المشاركة الأولى الإضافة اللي أثبت من خلالها وجودك؟ احنا عارضين في السنة دي هنا في المعرض عارضين منتجات كتير مختلفة احنا موزعين معتمدين لشركة جرانفوس مقدمين تقريبا كل الترمبات اللي بتاتيجها شركة جرانفوس من ترمبات مية حلوة من ترمبات صرف صحي من ترمبات أعماق من ترمبات دوزنج بامبز ويعني أعتقد أن كل الترمبات اللي بتاتيجها شركة جرانفوس احنا عارضينها وبديشتغل فيها الجهات المستهلكة مين يا فهم؟ كتير قوي يعني فندق سياحية، كرة سياحية، مصانع، هيئات حكومية زي هيئة صرف الصحي ومياة الشرب تقريبا لا يخلو مكان من استخدام الترمبات بتاعتنا أهمية مثل هذه المعارض والإسفادة منها؟ طبعا لها أهمية كبيرة في أن احنا كشركة نياب تكبر كل يوم بيبدأ فيه علاقات كبيرة جدا بنتقدر نتكونها من خلال المعارض فيه ناس كتير بتبدأ تعرفنا وده بيبقى حاجة كويسة جدا لنا كماركتينج بالنسبة لنا وده كواضع الشركة بيتحسن كتير جدا كده بالمعارضين معظم المستثمرين بيعانوا من الأزمة العالمية الاقتصادية يعني المعاناة بقى شكلها إزاي من يا ربي ما يكونش معاناة لا هو الحمد لله هو أكيد أثرت الأزمة الاقتصادية علينا ولو حتى بشكل نسبي ولكن احنا بنحاول نعمل مجهود أكتر نعمل زيارات أكتر للعملة نعمل اتصالات أكتر بكده نقدر نوسع مجال شغلنا ممكن ناخد توكيلات تانية نزود التوكيلات بتاعت الشركة بحيث أنه لو فيه منتج معين اتأثر بالأزمة الاقتصادية المنتج التاني يسندنا شوي هل هناك بعض المشاكل اللي بتقابلكم بالفعل بتواجهوها ببعض الاستراتيجيات وبعض الأفكار لا ما أعتقدش يعني إحنا معتمدين على ربينا وبنعمل مجهودنا والحمد لله يعني أعتقد أن الأزمة الاقتصادية ابتدت تعدي وشغلين كويس لو نقول في عجالة إيه اللي بيميز شركتكم في مجال التولمباط نقول إيه؟ هي أنا زي ما قلت البشواندس قال لن مكتب جرانفوس أو شركة جرانفوس بمعنى صح هي يعني أي منتج ممكن بنحتاجه في مجال التولمباط فهو متوفر في أي مجال إحنا محتاجينه من تولمباط مياه تولمباط صرف رأسية أو فوكية أي نوع من أنواع التولمباط فهو متوفر في شركة جرانفوس يعني فهي بتقدر تلبي رغبات أي تولمباط في المجال في أي تولمباط مياه عايزيني تكلم عن التصنيع التصنيع والمعالجة بقى؟ لا هو أنا أنا بصراحة مش بصنع التولمباط ولكن بنعمل في بعض الأحيان بنجيب بعض الأجزاء من الشركة اللي إحنا وكيل لها وبنجمع عليها بعض الحاجات المحلي لكن تصنيع كامل للتولمباط لا ما بنصنعش بنصنع أجزاء لكل تولمبة بيئتها الخاصة أو تربتها الخاصة؟ طبعا لأنه مثلا ترمبة الصرف الصحي بنستخدمها في مجال الصرف الصحي ترمباط المياه الحلوة بنرفع بيها أو بنستخدمها في مجال زي الكرة الصحية أو المصانع والفنادق بنستخدم فيها ترمباط الصرف الصحي ترمباط المياه الحلوة في محطات التحليه بيحتاجوا ترمباط أعماق لا كل مجال وليه ترمبته مقاومات الترمباط المرتبطة بالتربة الزراعية المصرية بيبقى لها مقاومات خاصة؟ لا الفنيات دي بقى لا هقول لحضراتك لا يعني مثلا لو إحنا بنحلي ميت بحر محطة التحليه يبقى إذن أنا محتاج ترمباط مواصفات خاصة بنوع ماتيريال معين يستحمل الأملاح اللي موجودة في مية البحر لو أنا بطبق الكلام دوت مثلا في مزرعة من مزرعة طريق مصر السكندرية لا الترمباط بتبقى لو باستخدمها في مية حلوة فالماتيريال بيبقى حاجة تانية خالص فهي على حسب نوعية المية اللي أنا باستخدمها باستخدم الترمباط بالماتيريال المناسب لها في سؤال تقليزي بنسأله دايما في برنامجنا لكل واحد فينا نقطة التحول نقطة التحول بقى في حياة حضرتك وحياة الشركة بتحديد هو أنا بالنسبة لنا يعني شخصيا نقطة التحول بتبقى أو كانت إن أنا أسيب بالشغل الوظيفي إن أنا كنت شغال مهندس في شركة وأعمل شغلي الخاص البزنس الخاص ودي كانت نقطة التحول اللي حصلت في حياتي إن أنا سبت شغل الوظيفي وعملت شركيتي والحمد لله شغلين كويس الحمد لله وفي مجال عملك تقولي إيه؟ لا أنا الحمد لله مبسوطة جدا جدا بالمجال اللي أنا شغال فيه وفي مجال مع البشمانتس أنا مبسوطة جدا بالتعامل معي وفي الشركة بتاعته وفي المجال نفسه مجال الترمباط أنا فعلا حباه ودي كانت نقطة التحول إن أنا ما كانش في دمائي خلاص إن أنا ممكن أشتغل في مجال الترمباط لكن اشتغلت فيه بتوفيق إن شاء الله الحمد لله نحن نكحين فيه يعني مزيد من النجاح يا فندم وبتوفيق كده وفي الإزدهار ودايما الصناعة المصرية دايما كده رفع رأسنا يا رب مشاكر جدا مشاكر جدا أعزائي المشاهدين استكمالة لباقي فقرات البرنامج تابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعزائي كنتم معنا في فعليات معرض أكواتيك لمعالجة المياه وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامجكم نقطة التحول لكم تحية مجدا سليمان والمخرج ناصر سلامة ترجمة نانسي قنقر